تختلف زيارة الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن هذه المرة عن سابقاتها لسيما عن تلك التي التقى خلالها الرئيس باراك أوباما عام 2011 يومها دخل الحريري البيت الأبيض رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية وخرج منه زائراً عادياً بعدما أطيح بحكومته من دون علمه يتقدم الوزراء المجتمعون باستقالتهم من هذه الحكومة بعد سنوات ست أعاد الحريري إلى بلاد العمسام أكثر اطمئناناً وقد أطحى رئيساً لحكومة استعادة الثقة واللافت أن جبران باسيل الذي أعلن استقالة حكومة الحريري أنذاك هو اليوم من أبرز عداد الوفد المرافق الأنظار تتجه في الساعات المقبلة إلى اللقاء المنتظر بين رئيس حكومة لبنان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا اللقاء الذي عملت عليه السعودية وصودف انعقاده في توقيت سياسي وعسكري حساس على مقياس عرسال وجرودها لسيما في ظل الجدل الدائر حول دور حزب الله في هذه المعارك من دون أن نغفل تأهب الكونغرس الأمريكي تجاه تشفيف المنابع المالية للحزب هذه الزيارة تتخذ أهمية خاصة نظرا لأنها أول اتصال بين العهد اللبناني الجديد وبين الإدارة الأمريكية الجديدة في نفس الوقت ومن خلالها سيحاول الرئيس سعد الحريري البحث في كل ما يعزز العلاقات اللبنانية الأمريكية من جهة وما يخفف من مشروع العقوبات الذي قسر الحديث عنه في الأولى الأخيرة ضد حزب الله موقف الرئيس الحريري سيكون دقيقة ليس محرجا ولكن دقيقة قد يواجه الرئيس سعد الحريري بسؤال أنه لماذا حزب الله يقوم بهذه المهمة وليس الجيش اللبناني مثلا أما أبرز الملفات التي يحملها الحريري إلى واشنطن فتتركز بنقاط ثلاث استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني في تصديه للإرهاب المساعدات الاقتصادية للبنان خصوصا مع تزايد أزمة النازحين السوريين أما الموضوع الأبرز فيبقى في حصر العقوبات في حال إصرار الأمريكيين على اتخاذها بحزب الله وحسب وعدم شمولها مؤسسات لبنانية خاصة خصوصا مصرفية ما يهم للولايات المتحدة طبعا هي موضوع من حزب الله يعني بالدرجة الأولى والعقوبات ضد حزب الله يعني وبالتالي أيضا ممكن أن تكون عودة النازحين إلى مناطق أي من جزء من المحادثات اللبنانية الأمريكية لا شك أن لبنان لا يزال غائبا عن أجندة اهتمامات الإدارة الأمريكية والحرير الأبن الذي يسعى لاستعادة اهتمام أمريكي بلبنان يختلف عن الحرير الأب الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بواشنطن وكان يملك حينها مكتبا للعلاقات العامة في قلب العاصمة واشنطن دارين دعبوس قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر